يمكن لسه كلنا عايشين الأجواء الاحتفالية للمولد النبوي الشريف ويمكن المميز في هذه المرة الاحتفالية الرئاسية اللي كانت في مركز المنارة للمؤتمرات بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فيه كلمة مهمة جداً صلاطة الضوء على القيم العظيمة اللي جسدتها هذه المناسبة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يعني أقر في شريعة الإسلام الدستور الأهم الأخلاق الدين المعاملة إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق السيد الرئيس أكد على هذه الرسائل على الأثر الإجابي لرسالة الإسلام كدين سماوي إنه هو يبني مجتمع متماسك وإنه هو يرسي رسائل الأخلاق في المجتمع ويمكن دي من أهم الأشياء اللي بنستفدها من أن إحنا نحتفل بالمولد النبوي الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ كلمته بالإشادة بالاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعتبره حدث أحيا الإنسانية وكرمها وأكد أن ذكرى المولد النبوي بتذكرنا بأهمية القيم الأخلاقية العالية اللي دعا إليها الإسلام زي المحبة والإخاء وتعزيز القيم وده يمكن تعزيز القيم دي في حياتنا اليومية السيد الرئيس يعني أيضا زي ما شفنا في الاحتفالية يوم أمس وزي ما الدين الإسلامي دايما بيهتم من إحنا يعني نكرم علمائنا ونجلهم ونقدرهم وأنه هم رجال الديني أن إحنا يعني ننحني أمام علمهم مبارح السيد الرئيس قدم تحية خاصة جدا لفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضوة هيئة كبار العلماء السيد الرئيس قبل رأسه كنوع من التقدير والاحترام وتناول في كلماته بعدها موضوع مهم للغاية وهو أهمية مضاعفة الجهود في بناء الإنسان أن المهمة الإنسانية دي بتحتاج لجهود كتيرة من مؤسسات كتيرة بما فيها المؤسسة الدينية ودي يمكن على رأسها لأن هي المؤثرة بشكل كبير جدا فيه ريف مصر وفيه قراءها وفيه صعيدها واللي بتوصل لقلوب ناس كتير طبعا وفيما فيها أيضا المؤسسات العلمية والثقافية كل هذه المؤسسات بتبني الإنسان المصري بالإضافة لدور الأسرة المصرية سيد الرئيس شدد على ضرورة بناء شخصية قوية وعية قادرة على مواجهة التحديات وبناء وطن قوي ومزدهر يعني رئيس السيسي وجه رسائل كتير جدا للمجتمع خلال حديثه من بينها التأكيد على أهمية نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطارف أيضا الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قدم المصحف الشريف لرئيس السيسي كهدية الحقيقة يعني كل المشاهد يمكن انتبعناها مبارح خلال الاحتفالية وحتى كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي كانت مؤثرة جدا وتعتبر دعوة للعمل الجماعي هدفها تعزيز القيم الإنسانية والتسامح مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير وأمن وأمان وسلام بنصبح لحضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة صباح الخير يا مصر